وللمزيد من المتابع حول أجواء الاستعدادات ورزد التوقعات الخاصة بالجماهير لمباراة منتخب مصر والسنغال ينضم إلينا محمود جميل من المعادي محمود داني في صورة اللحظات الأخيرة لاستعداد الجماهير لهذه المباراة الهمة وأبرز التوقعات لها نعم دقائق وتفصلنا عن المباراة المرتقبة بين منتخب مصر ومنتخب السنغال في تصفيات كأس العالم هذه المباراة التي استعد لها الجماهير من مختلف الأنحاء والأماكن في القاهرة والجيزة وإذا كان استاد القاهرة كان قد ملئ عن آخره بأكثر من 60 ألف مشجع أيضا هنا في الأماكن والنوادي والشوارع أيضا اجتمع الجماهير ليساندوا ويشجعوا المنتخب المصري اليوم أتواجد تحديدا في المركز الأولمبي بالمعادي الذي استعد وبدأ يستقبل الجماهير التي توافدت لمتابعة مباراة مصر أمام السنغال وأيضا مؤذرة ومساندة وتشجيع المنتخب المصري الجماهير هنا تحدثوا على أن الفوز على منتخب السنغال اليوم ليس ببعيد وإن كانت المباراة بها صعوبة ولكن نحن نستطيع أن نحقق الفوز اليوم وأيضا التاريخ هو الذي يؤكد ذلك لأن منتخب مصر في جميع المباراة الأربعة عشر مباراة التي خاضها مع منتخب السنغال فاز فيها بسبع مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وأيضا خسر أربع مباريات وأيضا رصيد الأهداف يقول بأن منتخب المصري سجل أمام السنغال سجل أمام السنغال أربعة عشر هدف مقابل أيضا 12 هدف مقابل تمن أهداف أيضا هنا المركز الأولمبي استعد بشاشة كبيرة هنا في داخل المركز ليتابع الجمهور خلف الشاشات عندما تحدثنا الجمهور لديه تفاؤل كبير جدا بأن يحقق المنتخب المصري اليوم بأن يحقق هذه الانتصار الكبير المرتقب توقعوا أن تكون النتيجة ما بين هدفين أو ثلاثة أهداف وبعض الجمهور الأخرى أكدوا أنهم قاموا بالدعوات اليوم قاموا بالدعاء للعبين والمنتخب المصري بالفوز اليوم وتحقيق أهداف كبيرة اليوم قبل الذهاب لمباراة الإياب في السنغال فبالتالي هناك إن شاء الله ننتظر فرحة كبيرة اليوم سنحتفل بها هنا مع جمهور المركز الأولمبي بالمعادي الذين جاءوا ليتابعوا هذه المباراة التي ستبدأ بعد قليل أيضا أكدوا على أن جميع اللاعبين لدينا أمل في جميع اللاعبين الكل بالطبع لديه الأمل على اللاعب الكبير محمد صلاح ولكن باقي اللاعبين بالطبع لدينا أمل كبير جدا في تحقيق الفوز هذه الأجواء اليوم تعود بنا لأجواء 2006 عندما استطعنا أن نحقق الفوز على منتخب السنغال بهدفين مقابل هدف وأيضا اليوم يحاول الكابتن كيروش بأن يحقق الصعود لكأس العالم لتكون هذه هي المرة الخامسة لكابتن كيروش في الصعود لكأس العالم وتكون المرة الأولى مع المنتخب المصري وتكون أيضا المرة الثانية للمنتخب المصري للصعود لكأس العالم بعد الصعود لكأس العالم في 2018 بروسيا وكانت أيضا الأجواء التي نستعيدها اليوم التي حققناها أمام منتخب الكونجو فاليوم الجماهير جميعها تستعد لمؤذرة وتشجيع المنتخب ونتمنى أن تصل هذه المساندات وهذا التشجيع للمنتخب المصري في الملعب لكي يحقق الفوز المرتقب اليوم أمام منتخب السنغال المباراة رغم صعوبتها لكن ليس ببعيد أن نفوز على منتخب السنغال إن شاء الله يعني صورة من الأجواء لمتابعة الأجواء الجماهيرية هنا في المركز الأولمبي بالمعادي وسنتابع معكم أيضا في الخدمات الإخبارية القادمة ويكون المنتخب المصري قد حقق فوزا بكثير من الأهداف إن شاء الله الآن عودة إليكم مرة أخرى كما ينضم إلينا من نادي النصر بمصر الجديدة مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس أهلا بك كريم نرى في الشاشات الآن المنتخب المصري نزل إلى أرض الملعب ملعب أستاذ القاهرة استعدادا للمباراة المؤهلة لكأس العالم مبالاة نصر وأسنغال انقل لنا الأجواء لديك وبعض الأراء والتوقعات لمباراة اليوم بالفعل الأجواء هنا حماسية ربما هذا الحماس ليس هنا فقط في نادي النصر الرياضي ولكن أيضا في شوارع القاهرة وشوارع مصر بشكل عام الجمهور متفائل صقف التفاؤل والأماني في ارتفاع دائم من قبل المباراة ووصولا للدقائق المعدودة الآن قبل بداية المباراة المنتخب المصري في الملعب وأيضا نظيره السنغالي في الملعب تفاؤل وحماس كبير جدا مدعوم بالتواجد الجماهيري إما في استاد القاهرة أو في النوادي أو في المقاهي أو في الشوارع الجمهور يعني يحمل الأعلام وأيضا يتوقع بنتائج كبيرة هنا على أرض القاهرة استاد القاهرة الذي أصبح الاستاد المرعب لجميع المنتخبات التي تحضر هنا المباريات الرسمية أيضا تحدثت مع المواطنين تحدثت أيضا معهم حول توقعاتهم للنتيجة هناك توقعات بنتيجة كبيرة في حقيقة الأمر يعني ربما تحدث البعض عن هدف أو اثنان أو ثلاثة حتى مبكر في بداية المباراة وبالطبع هناك الحديث الأهم والأكبر حول النجم الكبير محمد صلاح نجم المنتخب المصري وأيضا نجم نادي ليبربول الإنجليزي وهناك أيضا توقعات بوجود أكثر من هدف في هذه المباراة خالف المدير الفني للمنتخب المصري كارلوس كيروش ربما التشكيلة المعتادة بوجود عمر مرموش بجانب مصطفى محمد ومحمد صلاح في التشكيل الأساسية وبدأ بمحمود ريزيجي ومحمود ريزيجي له أيضا شعبية كبيرة بجانب النجم الكبير محمد صلاح لذلك زاد سخف التوقعات عند الجماهير بوجود محمود ريزيجي بجانب محمد صلاح ومصطفى محمد بفوز المنتخب المصري اليوم بالنتيجة ربما أكثر من هدف أو اثنين ليثبت المنتخب المصري أقدامه للتأهل لكأس العالم في 2022 في قطر هذه التشكيلة أيضا مدعوما بوجوده عمر جابر الذي خلف أيضا توقعات عن وجود عمر كمال الشارع هنا الأطفال النادي هنا أيضا العائلات أو حتى الرجال كلهم منتظرين بداية هذه المباراة خلال عدة دقائق ستبدأ المباراة الحماسية بوجود حضور جماهيري كبير جدا أكثر من ستين ألف متفرج داخل استاد القاهرة مما يدفع اللاعبين بحافز كبير جدا للفوز بهذه المباراة وتحقيق أمال الشعب المصري للتأهل للمرة الثانية لكأس العالم في 2022 بالطبع أسودة ديرانجا وهم بطبع أسود السنغال هو منتخب قوي جدا في طبيعة الحال وبالطبع سيأتي بروح تنفسية عالية بعد فوزه بكأس الأمم الأفريقية على المنتخب المصري ولكن كما ذكرنا المنتخب المصري يأتي بتاريخه يأتي بقوته يأتي بتاريخ الكبير ويأتي أيضا بأماله كبيرة للتأهل لكأس العالم 2022 وفي انتظار بالطبع النتيجة وبين الشطين وأيضا الأراء من الجماهير كريم بيبرس مرسلنا من نادي النصر بمصر الجديدة شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل شكرا لك